اشتركوا في القناة 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 وقيل في سبع عشرين رجب سنة عشر من النبوة وقيل في سبع عشر رمضان سنة عشر من النبوة وقيل في المحرم وقيل في السابع ربيع الاول سنة طلعت عشر من النبوة اشتركوا في القناة اما التفاصيل القصة فملخص الروايات الصحيحة ان جبريل عليه السلام جاء بالبراق البراق ميتو وهو دابة فوق الحمار من الدقوة العل ومن بقل وتحت ودون البقل يضع حافره عند منتهى طرفه حافر لنا ايو لا التآخر ابوه كالرياء والنبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد الحرام على الوقت له بالمسجد علاء فركبه حتى اتى بيت المغدس ومعه جبريل جبريل براق الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم والجبريل على مسلوب ومن مكة اسيق بيت المغدس المسجد العقصى دي فلسطين الهلاد ادي البيت المغدس فربطه بالحلقة التي يربط بها الانبياء لما اثر الحلقة الانبياء الاصرادية دي باسريو ثم دخل المسجد فصل فيه ركعتين مسجد المغدس المسجد العقصى اتى النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المغدس كمسجد العقصى عندما اتى دي بركعتين سلى اما فيها الانبياء الانبياء كلهم اما يوم وما اموم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ثم اتاه جبريل ومت ايو باناء من خمر واناء من لبن كل اقراب امومات ايو وصل لهم كل اقراب اه الاقراب لأورا حليب ونقراب لأورا خمرت فاختار اللبن فقال جبريل اصبت الفترة حليب حرى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لحليب حرى وجبريل بيليه لفترة الى حريك بيليه هديت وهديت امتك اما انك لو اخذت الخمر قوت امتك امتك وبدأت امتك قاوية وقاوية 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 وبتعالت لكن انت لفترة لحليك كالحليب نساك وديب خير هديك وامتك ديب خير هديكها بيليه جبريل وادم ان يبا السماء الاولى كي سالو فالسماع السماع الاول ثم عرج به من بيت المغدس إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له ففتح له فرى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته وعن يمينه أسودتون إذا نظر إليهم ضحك وهي أرواح السعداء وعن يساره أسودتون إذا نظر إليهم بكاء وهي أرواح العشقياء فالسماء الدنيا الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ففتح له ففتح له ودبكين نبي الله آدم ركبه ودب دمانه جماعة تعالو قصويا ودب دمانه جماعة تعالو وآدم هييني رحبه وبنبوتنا يا أقره نبيكم سلطه آمرا وأمانا وأتأكد أقلو وبرك أقلو ورحبه ودب دمانه جماعة تعالو كم سرأيوهم للتسحق على ولهم سبها السعداء وعروحها سعداء أتألأ أسؤل الله حقاة تعالو وإلا دي باسه على الأرواح لأنها هي أشقيعة وإلا هييني بكاء على صلى الله عليه وسلم دي باسماء الثانية دي باسماء الثانية فقر أبو جبريل وفتحق له ورب فتحق له دي بلا هييني زكريا نبي الله يحيى ونبي الله زكريا ركبه وعيسى بن مريم فسلم عليهم وردوا عليه ورحبا به وأقروا بن نبواتي دي باسماء الثالثة كمان دي يمال هائل جبريل على قب أبو العر وفتحق له فتحق له دي بلا هييني سيدنا يوسف رأى عليه السلام وسيدنا يوسف هييني نصف الجمال شطر الجمال أعطية فسلم عليه فرد عليه ورحب بي وأقرر بوا نبواتي فانسر مياه نبي الله يوسف أقرب ورحب ابو وأقهدب السماء الرابعة فقرأ ابو عرجع ابو السماء الرابعة فرأى فيها إدريس عليه السلام نبي الله دي براهي فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقرب نبواته لما سلمي ورحب ابو وبنبواته أقرب كل مقرار وضو يعني كمسل نبيت الأكدالو السماء الخامسة فقرب ابو كمسل يو ديبكي نبي الله هارون رأى ثم بردو سلمان يدي أسلم قالوا ورحب ابو وأقرب كمسل يو ديب السماء السادسة معطاو ديب السماء السادسة نبي الله موسى بن عمران الرقب ثم كبتي وسلام رد ديبو وبنبواته أقرب أقولوكم سنحفيني بكى ميت الله بكى كمسل بيليو كرهي حدان شاب متأ قل شاب إلي لأمته يعني أكثر من أمتي لأمته جنة التبيلة وديب الله بكى ايدي بالسماء السابعة حلفة وعرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها النبي الله إبراهيم عليه السلام وسلام رد ديبو ورحب ابو وبنبواته أقرب وكان مسند ظهره إلى البيت المعمور وهو بيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون ألف سبحان الله جبلة أبقى رسينا بي الله إبراهيم سدرة المنتهى أدما له سدرة المنتهى ثم رفع إلى سدرة المنتهى سدرة المنتهى فإذا أوراقها كآذان الفيلة فقط عفا كما دن حرمزتو وإذا ثمرها كالقلال أي الجرارة الكبيرة ثم غشيها فراش من ذهب وغشيها من أمر الله ما غشيها فتقيلت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها أخذت المنتهى أخذت المنتهى ثم عرج به إلى الجبار سبحان الله فَدَنَى مُنْهُ حَتَّى كَانَ قَابَ قَوْسَيِّنِ أَوْ أَدْنَى خلاص من لوحا ديب الله سبحانه وتعالى الجبار ربي تطيب العلف أقربه وقربه سكما قروب على فأوحى إلى عكم سرق أربى مرة يقول الله وكد قم سرد دانا قم سرق أربى منه الذي بفأوحى إلى عبده ما أوحى رب العالمين يقول الله كان وحي قال النبي صلى الله عليه وسلم وحيها بيو وفرد عليه على أمته خمسين سلاة في كل يوم وليلة يقول الله وكد قم سرق خمسين سلاة فرد ديبو رب العالمين ديبان رب العالمين ديب لالو أمئل خمسين سلاة منها عند التكرى تكليف عند نساء ديب سيدنا موسى مرة وسيدنا موسى اللي بلالة بما أمرك ربك بما أمرك ربك قال بخمسين سلاة قال أن أمتك لا تطيق وذلك ارجع إلى ربك فأسأله التخفيف لما تقول لك اللي يتقدروني خمسين سلاة يب ربك أقبل كتخفيف سأل منه أقل لك التكبال لا لا فأتفا سيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يتجربوا اللباء فأشار النعم فجبريل نعم بيلي وفرجع فوضع عنه عشر سلاة كلم منه ثم كالي اكمان ديب سيدنا موسى ربي عشر سلاة كلم يا ارجع فأسأله التخفيف بيلي وقياسا فخفف فأقولوا فلم يزال يتردد بين موسى وبين الله سبحاء سبح عز وجل حتى جعلها خمسة نوات كل ما تأيو كان حصل لنا منه كين ونسل فينقرب فينقى موسى عند جيس النبي صلى الله عليه وسلم إذك ما حمس سرعت قبأت وحقها مر بموسى والنبي صلى الله وموسى ينبي لي أديا مخفيف طلب منه والنبي صلى الله عليه وسلم بيلا والله لقد راوت بن إسرائيل على أدنى من هذا فضعفوا عنه وتركوا فقال صلى الله عليه وسلم يعني بن إسرائيل أخف من اللمت أيام لكن نرى وضو وياللي وضو أبو لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيلا قد استحيت من ربي من ربي يخجلكوا كفاية حيانا سيئني بيلا ولكني أرضى وأسلم أنا استسلام ورديته أمر رديه وربيه ورديه ورديه باللحم السلوات بيلا فلما بعد نودي أن قد أمديت فريدتي وخففت عن عبادي هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول أو لا يبدل القول على لدي أبو من النبي صلى الله عليه وسلم بيسا خلاص الله سبحانه وتعالى خفف أغلو لكن حيث بحامس تكتب بس لأجره ولا فضله خمسين سلات بإذن الله عز وجل وقول مسرب العالمين يريد بدلني لعداد حمس ما من قبي لفضله ولا أجره أجر خمسين سلات بإذن الله عز وجل يقول لك أن أبطرته كمسال المكاعبلا مبيلو مجرده لها دي بك فالت متقنة مماته سكلا همبطح دحنو أمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر